السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج منزله خمسة مليون شخص. اسمه ماتش توين. ريال ماني جيمز. عبارة انك بتلعب لعبة. وبتكسب لحد الاسحب فيها عشرة دولار على محفظ بيبال. حولك يعني ايه كل الكلام ده? محفظ بيبال عبارة عن محفظة افتراضية. انت بتحول عليها فلوسك ومنها تقدر تحولها على البريد المصري. وتسحف فلوسك منها. طيب البرنامج ده مساحة تقدي ايه مساحة مية تلاتة واربعين ميجا بايت. معلش يقبل شوية. ده شكل البرنامج او اللعبة. هتضغط عليها. بتسجل فيها عن طريق الفيسبوك. تمام. بتدخل تعمل المهمات. زيها مسلا هنعمل اي مهمة من المهمات دي. هنعمل مسلا المهمة رقم خمستاشر اللي انا عليه هاتلوقتي. قبل ما عاملها بس اقول لكم ازاي تسحب بسرعة. انت بتنزل على كلمة اسمها او محفظة. ده رصيدك بالدولار. ستة دولار. والله عملتهم في ساعة جماعة والله في ساعة. قال لحضر السحب عشر دولار. يعني انت ممكن تعد كمان ساعة تجيب لك زيهم. المهم هتضغط على هلاقي هنا قال لحضر السحب عشر دولار على بيبال. وفي عندك خمسة واربعين دولار. بس بيقول لك هنعمل لك التخفيض. هتقدر تسحب خمسة واربعين دولار. في حاجة اسمها gift card او بطاقة هدية. مسلا خمسة وارشين دولار في مطعم الكلام ده. استنى ان نجدعه بالكسة دي. حلو قوي. لما توصل سبع عشر دولار تقدر تعمل تاخد تضغط على البيبال من هنا. وتكتب ايميل البيبال الخاص بيك وتقول له submit او تأكيد. وبكده يبقى انت هتحول لك فلوسها في خلال من ثلاثة لخمسة ايام عمل. وده رصيدك بيزهر فوق هنا. بالانس هنا موجود هنا اوه. ستة دولار. هقفل. طيب دلوقتي عشان ازود فرصي في الفوز بعمل ايه? باتخل لحاجة اسمها spin هنا. او عجلة الحظ من هنا ايه. بضغط عليها ضغطة. تقريبا كل تلات ساعات بتجيلك الهدية او لفة عجلة حظ. وممكن تربحها كمان من الايه? المهمات اللي انت بتعملها. طيب هي المشكلة في ايه بقى في البرنامج ده او في اللعبة دي. انك انت كل ما بتعمل مهمة وبتخلصها بيجي لك اعلان. مدته عشرين سانية او تلاتين سانية. هي دي بس ايه مشكلتها? لا اكتر ولا اقل. بس على اساس الاعلان ده بيجي لك جوائز كتير او جوائز كبيرة. طيب في حاجة تانية انا قدر نكسب منها اه. في حاجة زي مسابقة هما بيعملوها كل فترة. من هنا من هنا. تغط عليها ضغطة. بيقول لك انت دلوقتي ممكن تربح خمسة وعشرين دولار. انا عامل اربع تزاكر. زي سحب. تمام? هتقول له او تزاكر اكتر وتقول له يعني اشتري تزكرة واحدة. تمنت تزكرة الفين وخمسمائة نقطة. هعمل باك وقول له اكس. طيب فيه تزاكر تانية او فيه اللي انت تشترك فيه الالف دولار. ربح الف دولار. لو ضغطت هنا مورتيكتز. التزكرة الواحدة بخمسة عشر الف نقطة. طب النقاط دي بيجيبها منين من كتر ما بتلعب الالعاب. هي اللي هي عبارة عن اي هي? عبارة عن زي كده. عبارة عن عملات بتعملها تصفها جنب بعضها. كل تلات عملات جنب بعضها او نفس الشكل. بتربح منها. النقاط موجودة هنا عندك هنا. دي العملات المعدنية اللي انت بتشتري منها التزاكر. قال لتزكرة الفين وخمسمائة نقطة. طيب دي راتب عشان ما ضايعش وقتكو. هنجيب مسلا مسلا رقم المستوى رقم اربعة مثلا اضغط عليه. وما بيفتحش مستويات انا عملتها قبل كده. فهدخل مثلا مستوى الجديد خمسة عشر اضغط عليه. وقول له ليه? دي حاجات مساعدة يعني انا ممكن اعمل حاجات مساعدة زي دي. كن بلاقى فكر بها حاجات او كده. طب الهدف من هنا التارجت ان انا اكسر سبع وعشرين حاجة زجاجية زي اللي هي اللي عليها مربع دي. تمام? انا هلعب دلوقتي وانتو هتشوفوني وان شاء الله هنا بكسب. هدي اول حاجة. طب بس بتفكر قبل ما تلعب. مش بتلعب كده وخلاص. يعني بقى فيه شوية تفكير بسيط يعني عشان تعرف تكسب ان شاء الله بكل سهولة. شوف موضوع بسيط خالص خالص سهل جدا. يعني مفيش اسهل من كده يعني. شايفين السهولة يا جمان. خلي بالك بس السبع وعشرين مووز او فضل سبع وعشرين حركة. انت تخلي بالك من القصة دي. ده يبقى عينك عليها برضو عشان ايه? ما تسرحش وتغلط. فضل ما بس هو المربع ده. هنفكر بس نجيبه ازاي? كده خلاص هون ان شاء الله تجاب. كده خلاص. بقية الموفز او بقية الحركات الزيادة بيعملها زي ايه? زي بوناصلية او مكافألية. بعد ما خلصت جابلي اعلان بيقولك انت دلوقتي ممكن تضعف النقاط اللي انت اجبتها انك تتفرج على فيديو. انك تضغط فجأة على كلمة كلم دي اللي عليها علامة فيديو. اول ما يجي على رقم ستة اللي هو اكبر رقم. لو مش عايز تتفرج على فيديو لوجيت اربعة وخمسين نقطة وخلاص. طيب المهم بقى هنا ايه? بيجي لك حاجة اسمها انك انت سكراتش او تخربش. فاحنا هنخربش. جلنا حاجة بسيطة. دي بقى بيجي لك منها ساعات الايه? دولار اقط. يعني بيجي لك هدايا دولار اقط. انا بس هم بيقولك لو هتتفرج على الفيديو ده هتكسب حاجة تانية وده المستوى اللي بعده. وعلامة المظلة دي ان عبارة عن هداية جاية لك. انت ممكن تاخدها بس هتتفرج على فيديو. كده يعني. وهنا الخاص بيك في النص. ده المستوى اللي انت فيه. انت انا في المستوى السابع. على مستوى اللعبة. ما كنت الاول اصلا من فترة. فموضوع بسيط جدا. طيب في حاجة بقى تانية انت تقدر تربح منها. اه في حاجة اسمها دي انت مهمات انت بتعملها وبتاخد على اساسها اه تذكرة. التذكرة دي بتقدر تترك فيها في السحب اللي هو الف دولار. فطبعا دي حاجة كويسة جدا. بدلا ما تصرف الخمساشر الف عملة معدنية. لا انت بتعمل المهام دي. وعلى اساسها انت تاخد التذكرة دي مجانة. وطبعا جويس تانية كتير. طيب الشوب هنا بقى في ايه او المتجر. المتجر ده عبارة عن ايه? عبارة عن مسلا انت بتشتري بتعمل برضو مهمات هنا ديلي ديلز او المهمات اليومية. انت بتتفرج على الاعلان هنا بتاخد مسلا انك انت تعمل خربشة على تذكرة خمسمائة دولار. هنا بتعمل تاخد اه واحد جلد او واحد دهب عملة ذهبية. وبتاخد هنا ميت توكن او ميت عملة معدنية لو تفرجت على الفيديو. انا عملت التلاتة. لو نزلنا تحت. لو انت ضغطت في هنا. اللي هي اه شوب او مطجر الدهب. لو ضغطت هنا في بنقلك على انك انت بتحمل العاب او بتعمل شوية اه استبيانات او شوية اسئلة انت بتجاوب عنها. وعلى اساسها بتاخد الايه? اما الجلد او الدهب اللي انت شايفه ده. وعلى اساسه بتجيب بيه تذاكر وبتشترك في تذاكر انك انت على السحب والكلام ده. وهنا لو عايز تغير مسلا الخمسة الاف عملة بتلاتة دهب. الخمسة عشرين الف عملة بعشرين دهب وهكزا. ده المطجر. هنا في جلد برضو بتعمل منها نفس الحركة من هنا كده. لو ضغطت هنا ضغطة. برضو هي نفس القصة اللي احنا شفناها من شوب هنا. طيب. انت اللي عليك انك تلعب وتبدأ تربح ان شاء الله الدولارات. وعشان تسحبهم زي ما قلنا هتدخل من والد وتسحب على بيبال بكل سهولة. دمتم بخير.